الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تفعيل توصيات قمة البيت الأبيض حول مكافحة التطرف العنيف عبر تجنيد مختلف أدوات الدبلوماسية الأمريكية من أجل بلورة فهم أفضل لعوامل هذه الظاهرة وتحديد آليات معالجتها إن هذه الاستراتيجية تمنح خارطة طريق بخمسة أهداف من أجل مواجهة تحدي التطرف المؤدي إلى العنف وتجنيد الإرهابيين سوف تعمل وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للمساعدات الدولية بشكل وثيق مع شركاء دوليين من أجل تحقيق هذه الأهداف عبر توظيف أدوات تشمل الدبلوماسية والتنمية والمساعدات الأجنبية الاستراتيجية التي وضعت بتنسيق بين وزارة الخارجية والوكالة الامريكية للمساعدات الدولية تركز على خمس جبهات في مكافحة التطرف بناء الارادة السياسية وتطوير الخبرات الضرورية لفهم دوافع التطرف تشجيع الحكومات ومساعداتها على اعتماد سياسات ومقاربات اكثر فعالية للحد من انتشار التطرف توظيف المساعدة الدولية وبرامج التنمية لخفض حدة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تساهم في دعم بعض المجتمعات للتطرف تمكين الاصوات المعتدل الجديرة بالتصديق لتغيير الانطباعات حول المجموعات المتطرفة تعزيز قدرات الحكومات والمنظمات غير الحكومية على اعادة تأهيل وادماج الاشخاص العالقين في دائرة التطرف والعنف عملية تركز في مجملها على تدريب مسؤولي السجون الذي باتت ارضا خصبة في عدد من الدول لتجنيد مقاتلين محتملين من طرف تنظيمات ارهابية غير ان نجاح الاستراتيجية لا يتوقف على مدى جدية الشراكاء الدوليين فحسب بل يتطلب ايضا بناء الثقة مع المجتمعات المعنية ان هذه البرامج التي تقودها الولايات المتحدة لم تكلل بالنجاح لان هناك انطباعا في الشرق الاوسط بان هذه الجهود ليست صادقة اضافة الى الشهور التي قلفها التدخل الامريكي في المنطقة والتي لا تزال تساور الناس حول رسائلها بشأن التطرف ورغم التحديات تسعى ادارة اوباما الى تطوير مقاربات قابلة للتأقلم مع دوافع الارهاب المتغيرة عبر تعقب ورصد مؤشرات التطرف في مراحل مبكرة بكشف هذه المقاربة الجديدة يريد البيت الابيض ان يؤكد بان جهوده لمحاربة تنظيم داعش تتعدى القسف الجوي في سوريا والعراق لجبهات خفية قد لا تحظى بالضرورة بتغطية اعلامية مصورة هيشان بورار الحرة واشنطن ترجمة نانسي قنقر